لا تتوقف محاولات الكيان الصهيوني لتغيير الخريطة السكانية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها وانتسارعت الخطوات في هذا الشأن بعد الإعلان عن الخطة الأمريكية المسمات بصفقة القرن سلطات الاحتلال الصهيوني عمدت مؤخرا إلى إصدار قرار بالترحيل والإخلاء القسرية لستة عشر عائلة فلسطينية على الرغم من أنهم يعيشون في القدس الشرقية منذ سنين طويلة في حياء الشيخ جراح وسلوان كمالكين أو مستأجرين لمساكنهم القرار الصهيوني يندرج ضمن قائمة طويلة من القرارات المشابهة التي تهدف بحسب خبراء الأمم المتحدة إلى تغيير التركيبة السكانية في المدينة المقدسة إذ أنه يركز استراتيجيا على منطقة في القدس الشرقية تعرف باسم الحوض التاريخي ويستهدف تمهيد الطريق لإنشاء المزيد من المستوطنات ما يعني فصل وتجزئة القدس الشرقية فعليا عن بقية مناطق الضفة الغربية ومع مرور الوقت تختفي أحياء الشيخ جراح وسلوان تدريجيا أو تصبح معزولة أو محاطة بالكامل بالمستوطنات بحسب المخطط الصهيوني عمليات الإخلاء القسري في القدس الشرقية أثرت بالفعل على مئات العائلات الفلسطينية لا سيما في مناطق البلدة القديمة وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن نحو 900 شخص بينهم أكثر من 390 طفلا معرضون حاليا لخطر الإخلاء القسري بسبب دعاوى قضائية يدعي المستوطنون فيها أن تلك المناطق ربما كانت مملوكة لعائلات يهودية بينما لا يسمح القانون الصهيوني للفلسطينيين برفع دعاوى قضائية مماثلة للمطالبة بالممتلكات الفلسطينية التي صادرتها سلطات الاحتلال وبحسب الخبراء الأمميين فإن أوامر الإخلاء الأخيرة تعد انتهاك للحظر الدولي المفروض على النقل القسري للسكان تحت الاحتلال والمحميين بموجب اتفاقية جينيف الرابعة الأمر الذي يحمل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام الكيان الصهيوني بوقف تلك القرارات التي تمهد لالتهام ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني